مرحب بذيفتي في السيديو السيدة مبارك عوينية الإبراهمي أرمالت الشهيد والقيادية في حزب الطيارة الشعبي وأرمالت الشهيد الإبراهمي مرحبا بيك شكرا لك على قبول دعوة لحظرك معنا عشرة سنوات على أختي الإبراهمي بأي تروح شنو أهم الذكريات اللي تسترجعهم في الفجعة ذيكا متاع يوم 25 جوليا 2013 شنو التساؤلات انتظاراتك وقتها واليوم شنو الحصيلة اللي تراها بعد عشر سنوات والله يشوف يا أختي نهار 25 جوليا شنحكي لك عن 25 جوليا التي تلت 25 جوليا 2013 صراحة يعني هو يوم ثقيل جدا ثقيل يعني نبدأ أنا وهي بشتجي 25 جوليا نبدأ خايفة منه رغم أنه نكون من همكين في عديد من الأنشطة الثقافية والسياسية خاصة أنا أترأس جمعية اسمها مركز الشهيد محمد إبراهمي للسلم والتضامن هذه الجمعية اللي تشتغل على إحياء ذكرى الشهيد كل سنة بالتعاطي مع وزارة الثقافة طبعا وقلت لك رغم هذا الانهي ماك كل إلا أنه 25 جوليا يعني بالنسبة لي أنا هو يوم مرعب يوم مرعب هو يوم ثقيل جدا إحنا كنا في المقبرة الصباح هذية معناها ما لقيتش حاجة نعبر بها سواء أنه إحنا في واد والناس في واد يكثر خير كل اللي يحضرها للجبانة فعلا الناس تحملت السفر اللي جاي من بعيد تحمل عناء السفر واللي حتى في العاصمة في هذا التقصي يعني شديد الحرارة ويوجد الناس يوقفوا حوالي ساعة تقريبا واستنى فلان وجاي فلان واحد يكثر خيرا ولكن إحنا علينا يوم قاسي جدا تتجمع فيها الذكريات كل واحد فينا أنا ولدي كل واحد يذكرها بشكله والذكرة هذه هي مش هي تصدقي بالله يعني معناها مش عارفك بش نعبر عليها ولكنها مثل دق العظام رتي واحد هو عملية دق عظام مؤلمة جدا 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 يعني فهو صعيب النهار هذا كنت تخيل أنه بش تمر عشر سنوات وما تعرف شي على حدث تغتيال زوجك لا ما كنتش نتخيل الفترة الأولى للاغتيال ما كنتش نتخيل كان في بالي أنه أكا هو بدأت تحقيق وأكا هو تحقيق وجدية في التحقيق وعملنا هي الدفاع بدأت تعمل في ندوات وثم ضغط في الشارع وثم وقتها ثم ضغط والإعلام كان موبيليزيه بالحق وقتها وكان ثم وقتها لأنه فجأة عاشها المجتمع التونسي غير منتظرة يعني كانت كل فئات المجتمع وكل الطائرات السياسية كانت معناها متوثبة لهذه الجريمة من بعد شوية شوية معناها تلقى ما عاد حد ما عاد حد بالمعنى أنه الشارع فرغ الإعلام سكت الإعلام تقول جريمة هذي سكت عليه لأنه طبعا الإعلام يقولك أنا عندي قضايا أخرى وحد أما ديما باقي مدام من 25 إلى 25 تصير معناها تغطيت الحدث هذيه كل مرة في العام ديما به هذا خيبة أمل ولكن وقت اللي انقشعت السحب خيبة أمل بينك نظاهرة يعني كنا نحن فيك السخانة متاع الحدث كنا كانت عنا انتظارات وقتها كانت عنا انتظارات ساخنة سرعانا ما تلاشت طبعا سرعانا ما تلاشت تلاشت خاصة أنه أنتما في بداية حتى في بداية تصريحاتك معنا أن تفكر مليح سيدة مباركة كنت تحدثت على أنه حركة النهضة أساسا هي من قام بهذه الجريمة كنت تحدثت على يجب أن الناس تخذ حق الابراهمي من من نفذ ومن خطط لهذه العملية اليوم بعد عشر سنوات بديت شي تنقشع أنا منذ البداية تعرفين أنا قلت أن حركة النهضة هي المسؤولة والناس يعني شنوة الدولة والقضاء ياخذ حقه من حركة النهضة بعد عشر سنين أنا أعيد نفس الجملة ربما بنفس النبرة عودها نفس الجملة لأنه محمد براهمي مات في حديثة اغتيال ثبت بعد ذلك أن الدولة هي المتورطة في هذه الحادثة أجهزة الدولة سلاح تبع الدولة ووردت معناها مراسلة من إحدى السفرات الأجنبية الوزارة الداخلية تحذر فيها من اغتيال الوثيقة العرفة بالوثيقة المسربة ما عرفة بالوثيقة المسربة وقتها دوائر الداخلية يعني اهتزت وانتفضت مش لأنه جات وثيقة وما رينا هاش وما اهتزوا من سرب الوثيقة والله والصدمة اللي انتبته من سرب على الوثيقة يعني كيفاش كشفتونا كيفاش عرفتوا أنه جات وثيقة تحذر وإحنا ما خذناش احتياطاتنا أو ما أعلمناش الراجل على الأقل أنه هو ياخذ احتياطاته تبقى موقفنا أنه حركة النهضة هي المسؤولة نعم حركة النهضة هي المسؤولة عن اغتيال محمد برامي وعن اغتيال شكري بالعيد عن اغتيال لطفي نقض عن عملية تركيز الإرهابيين في الجبال مسؤولة عن معسكرات التدريب ومسؤولة عن مخازن الأسلحة ومسؤولة عن الغرفة السوداء في وزارة الداخلية هذه كلها أشياء كنا نحكوا عنها وكانوا ينكرونها إنكارا تاما وزراء الداخلية السابقون جميعهم أنكروا مسئلة الغرفة السوداء اللي تحدثت عليها هيئة الدفاع ومبعض وزير الداخلية هشام الفوراتي في تلك الفترة نفسه أنكر وجود الغرفة السوداء ثم بعد ذلك تراجع وأقر بوجود غرفة سوداء وأقر أنه واحد من الغرف مكتب هي فيها مجموعة من الوثائق جابتها الداخلية من فلان الصناديق كراتن وأكياس وكذا مليئين بالوثائق اللي تتعلق باغتيال اغتيال الشهدين أو بالاغتيالات السياسية اليوم القضاء هو مثل ما كان سابقا في الفترة العشرة السنة ويفترض أنه القضاء قد قال كلمته في هذا الأمر لأنه العمل جبار قامت به هيئة الدفاع عوضت فيه خيبة الناس خيبتنا جميعا في وزارة الداخلية اللي هي المفروض هي وزارة الأمن القومي المسؤولة على حماية التوانسة تطلع وزارة الداخلية متواطئة ضد أمن التوانسة وهي اللي بيش تطلع وقائع طيب تقول القايل لمباركة على اعتباره أنه أنتوما وجهتوا معناها الاتهام نحو حركة النهضة بصفة مباشرة منذ اليوم الأول اللي تم فيه اغتيال الشهد الإبرامي وقتها كانت حركة النهضة أغلبية في البرلمان وكانت عندها جملة من الوزارات في السلطة التنفيذية وفي الحكومة كانت تشكل الحكومة أنا وقتها عليل على رئيس الحكومة اليوم حركة النهضة ما عادش موجودة لا في السلطة السياسية إن كان البرلمان ولا في السلطة التنفيذية في الحكومة بالتالي شنوالي تغير فماشي حاجة تغيرت شو فيه الاتهام لم يتغير مش قبل نتهمين النهضة طيب شنتهموا مثلا حكومة بودن هذا لا يحدث قبل حركة النهضة كانت فارضة معناها جاثمة على الأجهزة القضائية بمسكتها بمخالب قوية حتى إنه الكلمة اللي معروفة قضاء نور الدين البحيري اليوم نور الدين البحيري في الحبس علي العريض في الحبس وراجد الغنونشي في الحبس وذومة معناها القيادات العليا للتنظيم اليوم حقيقة هناك تحول في عمل القضاء في علاقة بملفات الإرهاب والدليل أنه مثلا أمين عام حركة النهضة علي العريض اليوم موقوف موقوف يعني على ذمة العديد من القضايا منها التسفير شبكة التسفير للسورية مثلا اليوم أصبح القضاء يلامس أكثر ما يتعلق بالإرهاب وبكل ممثل أمن القوم التونسي لكن اليوم إحنا القضاء مش نطالبه لأنه هذه خدمة المفروض رأو عملها من قبل نقل القضاء ليش أشخاص مش سيفلان وسيعلان القضاء هو جهاز لم يؤدي مهمته سابقا بل أداها بشكل مختلف أنه تآمر على الملفات اليوم القضاء نقوله أنه الشخصيات أو الحزب اللي كان فارض هيمنته عليك أيها القضاء اليوم ما هوش في المشهد عليك أن تتحمل مسؤوليتك دم التونسي ما هوش عبث وإلا فلا فرق بينك وبين من سابقوك نحن موقفنا ما هوش بش بدل الخلاص لا نستطيع أن نقول أنه القضاء خدم خدمتك ونتي تتحدث على القضاء بعد ما تم إبعاد وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي عن ملفي الشهدين بالعيد والبراهيم ما هي الحقائق اللي كشفت في هذا الموضوع ما هي التجاوزات ربما اللي لقيتوها حسب هيئة الدفاع طبعا في ملف البراهيم على الأقل هو شوفي الموضوع هذية تحطوا على الملف من ناحية قانونية أو قضائية هذية وتحكي فيه هيئة الدفاع صراحة لأنه ثم تفاصيل قد أنا نعطي تفصيل طيب طيب أما على الأقل تعتبر أنه هذا إيجابي لا نعتقد أنه إيجابي طبعا هذا نشوف فيه مسلة إيجابية جدا لأنه يعني حسب تقارير هيئة الدفاع وحسب حتى بعض تصريحاته هو بشير العكرمي أنه هو يقول أنا ما عنديش علاقة بالموضوع وهيئة الدفاع تقول أنه الملفات مفككة أنه ملفات مصرقة ووثائق مصرقة من الملفات ومصر على أنه ملف يبقى مشتت مش في أروقة المحكمة وفي مكاتبها بركة ولكن يعني في محاكم مختلفة أنه العديد من المحاكم تنظر فيه جزئيات من ملف مختلفة من الملف جزئيات مختلفة من ملف الإغتيال طيب أمين عام حزب طيار الشعبي سيد زهير حمدي كان ضيفنا نهار تقريبا سبعة جوليا وقال وأنه بشي تم الإعلان على شكون قتل محمد البرامي يوم 25 جولي 2023 وقال عنا الأهدلة الكافية وعنا كل الحقائق من قتل محمد البرامي؟ هذا هي هيئة الدفاع تحكي فيه هذا هيئة الدفاع فقط هي اللي تحكي في المسألة هذا بأنه حتى سيد زهير لو كان جات عنده المعطيات ما يقولهاش لأنه هذا عمل هيئة الدفاع تفضل أنه هيئة الدفاع هي من يعلن عن ذلك؟ طبعاً طيلة هالعشر سنين هذا الملف وأرى أنهم اشتغلوا فيه باقتدار باقتدار قوي وبشجاعة كبيرة هم المخولين لأنه حتى نحنا ما نعرفوش كل المعطيات طيب بقطع نظرة عن الحيثيات والمعطيات والتفاصيل أكيد هذه تقدمهم لها هيئة الدفاع هذا لنختلفوا فيه حتى على الجانب الإجرائي الجانب القانوني إن كان فهم أدلة اعترافات أو غيره لكن أنت اليوم عندك معناها المعلومة تعتبروا أنه أصبح واضحاً لك أرملة شهيد لبراهمي من قتل لبراهمي لا ليس بعد أنا بالنسبة لي ليس بعد أصبح واضحاً وقتيش حسب رأيك يكون واضح لأنه أشمعناها من قتل من قتل إذا بيش تحكوا على شكون أطلق النار أنا موقفين فيه من الموقوف فيه بو بكر الحكيم ما مات قالوا مات معناها في سوريا وغير ذلك أعتقد أنه المسألة لا تقف عند من أطلق النار من قتل محمد براهمي يعني من صاحب المشروع في تصفية المعارضين السياسيين يعني لما يتناقض رأي وموقف وتوجه شخص ما أو معارض ما لحركة النهضة تصفية هذا يولي موضوع أخر معانش موضوع شخص أطلق الرساس واضح جداً أنت تحمل على الأقل المسئولية السياسية لحركة النهضة وترى أنها من خطط ومن نفذ هذه العملية ونرى أنها من بالطبيعة مش أنا نرى أما الواقع يقول أنها من تسطرت على وثيقة يمكن كانت تنجي محمد براهمي هذه حاجة أخرى وهي من عطلت مصار البحث في القضية ربما تحب تلعب على عامل الزمن وعامل الكلل وعامل اليأس أنه تتلاشى هذه المسألة نواصلوا لحديثة معاك على الذكرى العاشرة الاختية للشهيد شنوها البرمجة لإحياء ذكره نعم نحن نهار الاثنين تسعتاش جويليا تمنا ندوى صحفية في الأفريقى وقدمنا البرنامج البرنامج هذا ينطلق يوم 24 جويليا أمس في دار الثقافة ابن رشيق نحن في مركز الشهيد محمد براهمي للسلم والتضامن عملنا كتاب هذه السنة كتاب أنيق في 320 صفحة فيه شهادات لأصدقاء الشهيد لمعارفه لمعارفه حتى خارج تونس من الوطن العربي فيه شهادات من سوريا من لبنان من مصر من الأردن للعديد من التوانسة من الطيف السياسي ولكن أنا في المقالات التي وردت في الكتاب لم نركز على الطيف السياسي ولكن أخذنا عينات بصفة عامة الأقرب في الأقرب لمحمد براهمي لأنه حاولنا أن نتحدث عن محمد الإنسان أكثر منه محمد صاحب تجربة سياسية وعمل الحزب واستقل من حزب وعمل الحزب أخر هذه ما حابناش نركزوا به آمس أيضاً كان عنا معرض الصحافة في مدينة في در ثقاف ابن رشيق والكتاب هذية واليوم الصباح توجهنا للمقبرة لقراءة الفاتحة على روحه وحضروا العديد أيضاً من أصدقائي وعيلته يعني وبعض الطيف السياسي أحضر سينور الدين طبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وطبعاً ديماً نوجهه تحية وشكر للناس اللي حضروا في الطقس الحار هذية بعدين حزب الطيار الشعبي عمل ندوة سياسية منذ قليل والعشية استضفنا الفنانة لينا شماميان التي ستحيي هذه الليلة حفل فني في مدينة الثقافة في قاعة الأوبرا على الساعة التاسعة مساء عنا اليوم أيضاً في نفس الوقت في مدينة الثقافة عملناها سنة لأنه سنة الذكرى السنوية تحولت إلى مهرجان مهرجان الشهيد محمد إبراهمي للثقافة العربية هذه دورة الأولى هذا المهرجان سنة عمل مسابقة مسابقة في كتابة المقال الصحفي للصحافيين الشبان بالذات وللطلبة المسابقة هذه تجري الآن وغدوة ترصد لها جوائز خلال ندوة يقيمها مركز محمد إبراهمي للسلم والتضامن في لفريكا بداية من الساعة العاشرة صباحاً حول دور الإعلامي والمثقف في حفظ ذاكرة الأشهداء عندك في الإطار هذه وعلى اعتباره أنه إبراهمي يوم عشرة سنوات على اغتياله واستشهاده عندك شيء رسالة لرئيس الجمهورية أو رسالة للقضاء أو للطبقة السياسية العدالة تحقيق العدالة في جرائم بهذا الحجم لا تستجدأ أنا لا أستجدي العدالة من أحد رئيس الجمهورية مش هو اللي بشيحكم في القضية هذه ولا هو اللي بشيحكم ولكن بالنسبة لي كان له 25 جولي 2021 كان لها الأثر الإيجابي في إزاحة عصابة عصابة الخوانجية اللي كانت جاثمة على مفاصل الدولة اليوم الكرة في الشباك الحكومة الجديدة اللي جابها رئيس الجمهورية والقضاء اليوم الذي نعتقد ونتمنى زادة أن يكون أكثر تحرراً من القضاء اللي كان في حكومة الخوانجية هذا نحن تتمنى معناه نتمنى أن الحكومة تقوم بدورها وأن القضاء يقوم بالدورة نتمنى لأنه غير مدام غير التمني ما مش نقوله نقوله نأمر نحن ما أمرناش وما منعناش منهم ليه مش هذا بهذا المعنى بما معناه أنه مزلنا الأمور مفصولة في الموضوع حذية وهذا يجرنا للحديث على الجانب السياسي وفكرة أن الحكومة الحالية ربما إذا يتم تعويضها بحكومة سياسية هل فعلاً خاصة أنه في حزب التير الشعبي تراوى أن الحكومة السياسية قد تكون حكومة ذات كفاءة أكثر وقدرة أكثر على مجرات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التونسي الحالي تفضل نحن نقول نقول ذلك ليس من باب التسابق إلى مناصب دائماً في كل مرة في التير الشعبي ونقول له قد روحك نحن ما حاجتناش بشيء ولكن ما فيها بيسك تسمع تسمع إلى الآخر واليوم ثبتت بصراحة أنه بعض الوزرات تم وزراء مشاوا على الارواح خذوا التجربة مشاوا على الارواح تم مستشارين أيضاً للرئيس خذوا التجربة ومشاوا على الارواح اختارهم هو الوزراء هو عينهم المستشار هو عينهم تم ناس ثبت فشلها تم إبعادها أيضاً حتى الوزراء الحاليين أيضاً هم خيار سيد الرئيس أيضاً هو يتحمل المسؤولية في خياراته ثم وزراء اليوم فاشلة وزراء في مأزق مثلاً هذه أيضاً هذه الوزراء هذه الوزراء التي تراوها فاشلة مثلاً يعني مثلاً أنا أخرها النقل مثلاً أنا برشة وزراء اليوم فيها أزمة هذه أيضاً عليها أن يتدركها في أسرع الأوقات نحن الوقت صعيب البلاد اقتصادياً تعبة وزاد جينا في ظرف عالمي صعيب احتقان اجتماعي كبير حتى الطقس زاد أثر زاد من حدة هذا الاحتقان وهذه المسائل يعني تعالج بحكمة وتعالج بروية من غير من غير تشفي من غير حتى شيء فاللي يختار البلاد مليانة كوادر أحياناً هناك وزارة معا كل الاحترام يعني أنا نقولوا من كانوا هذو أسماء غير معروفة ربما تجيب دوم الأدراج من بعض الوزارات من بعض العلاقات الفردية من بعض كذا نحن مش لمحة حتى حد فقط المشكلة مش شخصية هي المشكلة أنه رأي سياسي وأنها نظرة الوضع التونسي معنى الوضع البلد هي يعني ما مدى نجاعة هذا المسؤول اللي حطيته على رأس وزارة ما عندوش نجاعي تعتبر أنه اليوم لحكومة الكلها ماذا بينا كنت تبادل الكلها لا أنا ما نجمش نقوله هذي الحكومة طيار الشعب يقول الحكومة يجب أن تكون حكومة سياسية باش تنجم تقوم بدور في بلاد سعيبة في الوضع ذي كما قلت أنت يعني واحد من الخيارات هذي والسيد الرئيس يجب أن يفتح شوية وذنيه ويسمع رأي الناس هذا الرأي يجب أن يسمع يعني مثل هذه المبادرة أطلقت تيار الشعبي حتى هذا القول أنه حكومة سياسية لما لا تناقش هذا الموضوع ذي وأثبت لنا أنه سيادتك أثبت لنا أنه حكومة غير سياسية أنجع نحن نرى أنه ما نشأ في حال التصادم مع حتى حد نحن بالعكس نبحث عن تركيز حالة من من السلم ومن الأمان ومن الاستقرار وحتى نستطيع أن نفكر معا وأننا نتخذ القرار الصائب معا هل شنو تقييمكم زيدا لعمل الحكومة الحالية في علاقة بالسلطة التنفيذية برئيس الجمهورية بطريقة العمل بتاع رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم وغيره تعتبروا أنه هذا أعادي وإلا تراو أنه زاد مرحلة الاستثناء يجب أن تنتهي قصة أنه فمن برلمين اليوم أعتقد اليوم أنه هذه مرحلة انتقالية مراحلة انتقالية في بلدان أخرى تدوم راهي لعقود صحيح أحيانا في سنوات طويلة ما زالت ماذا بينا أنه تتحول إلى السلطة التشريعية البرلمان وينفذها خاصة البرلمان لأنه البرلمان ما فكها منه حتى حد السلطة التشريعية ولكن لحد الآن ما زالوا معناها في حالة إرباك البرلمان التوى ما شفناش مبادرات قوية ودفاعة قوية عن هذه المبادرات هذا البرلمان رأوا في حال الضعف حال الضعف ثم حالة من الضعف وحالة من الترهل وربما وربما يوجد بعض مثلا المسؤولين أو الوزراء يقولك مثلا أنا خليني هكيك أنا وزير خليني يعني ربما يعني لا أثير على نفسي الغبار قد لا يغضب عني الرئيس قد كذا يخليها يقولك الأمر خلي كما هو ومجلس النوى بتراه أنه زاد في حالة الضعف أنا نراه في حالة الضعف طيب حالة الضعف اللي موجودة اليوم في البرلمان حسب رأيك أنت لأنه البرلمان السابقة وفي أي ديمقراطية معناه يكون قوة اقتراح قوة مبادرة له القدرة على أنه يغير السياسات أو يبدل المشاريع القوينين وغيره اليوم حالة الضعف هذه اللي في البرلمان الحالي أنت لشنو أترجعها؟ لأنه الدستور ما يعطيهش صلاحيات؟ أو لأنه البرلمان في حد ذاته ما لقاش لنفسه مكان في الوضع السياسي الحالي في دونس؟ أنا أعتقد أنه البرلمان إذا هو يفرض روحه بعمل مختلف ومميز بمبادرات قوية يستطيع أن يفرضها على الحكومة كيفاش؟ قلك المبادرة عند رئيس الجمهورية المبادرة التشريعية وهي تحظى بالأولوي أي بسالش تحظى بالأولويه ما هذا هو أقول لك ولمبادرات رئيس الجمهورية أولوية النظر ولكن أعتقد أنه لا يمنع البرلمان حتى شيء أنه يقدم مبادرة التشريعية ويشتغل عليه هذه هي اللي ينقص البرلمان اليوم هو عمل على أنه هو يقوي نفسه بنفسه أما إذا يقول أنه الروح المبادرة مسلوبة منه وعليه ما نشفش نعمله حتى شيء يعني مش الدستور أضعف البرلمان وإلا رئيس الجمهورية أضعف من وجود البرلمان بتحديد صليحيته تترى أنه المؤسسة التشريعية ديما تنجم تكون عندها القدرة على التغيير ديما تكون عندها القدرة على التغيير نعم وعلى مبادرات قوية وعلى فرض هذه المبادرات القوية شعبي وحنا تحدثنا على دور البرلمان ومكانته في المشهد السياسي التونسي فما مشروع مبادرة من كتلة السياسة لحركة الشعب والوطد في البرلمان بخصوص تجريم التطبيع اللي قبل قلت وأنه حركة النهضة هي من أسقطت هذا المشروع شنوه جديد المشروع هذي وهل فعلا أنتوم ككتلة أيضا في البرلمان عندها قدرة على التحرك تحسوا أنه عندها قدرة على الفعل السياسي وعندها قدرة على التشريع ووضع سياسات أو رؤية جديدة لتونس والله يشوفي أنا بيقدر ما أنه هذا المشروع مشروع تجريم التطبيع أعتبره حاجة مقدسة أو قانون مقدس يجب أن يمر ويخرج قانون حقيقي لأنه ثم تطبيع خفي قوي زادة في البلاد يعني مسكوت عنه ربما ما نحبش أن يحمل كلامي أكثر مما يتحمل تم يفترض أنه زادة إلى جانب تجريم التطبيع يريد أن تكون تمام مبادرات أخرى تهم حياة الناس مبادرات اقتصادية مبادرات اجتماعية مبادرات في المجال الصحي مبادرات في مشاريع قوانيتي شوانت البلاد البلاد شوانت هذا لا ينفي التطرق لهذه المسألة أيضا لأن هذا تجريم التطبيع هي من صميم السيادة الوطنية السيادة الوطنية اليوم اللي يراهن عليها الرئيس قيس السعيد واللي كانت أولى شعاراته هي السيادة الوطنية وحتى البرلمان وقت اللي تفتح القناة التعدي الجرسة البرلمانية كلها تتماشيا مع مبادئ السيادة الوطنية ومع السيادة الوطنية وغير ذلك تجريم التطبيع هو من صميم السيادة الوطنية ولكن أيضا اليوم زاد الشعب التونسي محتاج لحياة كريمة يفترض أنه من حقه أن تتحقق له هذه الحياة الكريمة كيفاش نجم يتم تحقيقها حياة الكريمة يقول لك اليوم كل السلطات في يد رئيس الجمهورية هو الذي يقود هذا البلد عن طريق المراسيم وحتى البرلمان اليوم في حالة ضعف حتى الحكومة اليوم نتنسيش عن نزوز وزارات شاغرة التقا والمناجم والتشغيل إلا جانب شغور زادة ولايات كما تونس وصفاقس بمشاكلها إلا جانب شغورات دبلوماسية زادة مش نوع تنتظر هو هذا يعني تعتبر أنه رئيس الجمهورية مطالب اليوم بأنه يتحرك حتى في الموضوع هذا متاع الشغورات طبعا شكون بشي يتحرك؟ الوزارات شكون بشي يعينهم؟ الوزارات الشاغرة والولاة الشاغرين والعديد من المعتمديات هي حتى المعتمديات تغفق اليوم برشة معتمديات مثلا ماش معتمدين على رأسها هذه مسؤولية من؟ هذه مسؤولية رئيس الجمهورية الوزراء من يعينهم إذا ما عينهمش رئيس الجمهورية؟ ويلزم حتى السيد الرئيس يخرج من حالة الريبة هذه تجاه الآخر البلاد معبية بالكفاءات البلاد معبية بالكفاءات اللي عنا في الطاقة عنا خبراء وعنا مختصين عنا خبراء في كل المجالات وأيضا حتى الوزارة اللي فيها خلل في الأداء ووزير معناها ما نجمش يمشي الوزارة كما ينبغي وماقدرش يخرجها من أزماتها وكذا مسائل شراه يتنحى ولا ينقص ذلك لا من الرئيس شيئا ولا من المزير اللي تقع تنحيطه وتغييره لا ينقصه منه شيئا أيضا ولكن البرلمان زادة نقوله السلطات كل بيد الرئيس والبرلمان بيده سلطات يبدو أنه ما عندوش إلى حد الآن القدرة أنه يوظف هذه السلطات يقترح حكومة يقترح سد شغورات شنوه مثلا يقترح بأي شكلية بأي صورة إحنا توى نحكو في حق البرلمان النواب في مبادرات تشريعية هذه إحنا توى ما زلنا ما شفناش مبادرات تشريعية جدية هذا هو يعني البرلمان هذا اللي أنا ألتقي من حين لآخر ببعض النواب يعني شنوه قاعدين تعملوا يعني فعلا يعني ما قاعدين تعملوا أنه تتعدى اليوب زادة الإعلام ما ينجمش يغطي عمل البرلمان ما عندوش لحق بش يغطي عمل اللي جان شنوه موقفك من هذا نحنا نعرف كيف كانت قبل البرلمان يعني الإعلام هو اللي يكشف برشة إشكاليات في عمل البرلمان هو شوفي هذه مسألة حجب أعمال اللي جان هي ما مسألة يعني المفروض أنه جاوزناها ولكن زادة ترذيل اللي صار زادة حتى الإعلام لعب دوره فيه لأنه ثم نواب داخلين للبرلمان ما عندهم حتى قضية ويكونوا زوز نواب من أطراف مختلفة ومن كتل مختلفة في غاية الإنسجام هم يجووا قداموا الكاميرا وهي هي غلطة الإعلام اللي ينقل ولا غلطتهم هما اللي لقاوا الكاميرا هذه العقلية هذه عقلية مش غلطة الإعلامي عاد وقتها الإعلامي دوروا أنه ينقل الصورة فقط ولا يمش كل صورة أحياناً ثم صور مخزية ما يتولي أوتو سنسور ولي أنا وقت هزادة نحكم شنو المحتوى اللي يقدموا للمواطن لا ثم صور مخزية يفترض لا تنقل أنا حاس برأي طيب أنت غاديك على خاطر الناس اختارتك بيش حاطتك في مجلس نواب الشعب فمن حق الشعب عليك فمن حق المواطن اللي يصوت لك وحطك أنت مش على شخصك نحكي على أي نائب فمن حق المواطن أنه يتبع النائب متاعه لوين وصل شنو ويقول شنو يحكي هذه أبسط الأشياء اليوم الإعلام دوره هو حلقة الربط أنه يصور شنو فما في المجلس يصور نشاطه السياسي مش يصوره في تركينه هو صديقه يحكوا ولا يتعاركوا هي ما متعداتش حكاية كيف ما هك يعني يتم تغطية عمل اللي جان تغطية عمل المصادقة على المشاريع وغيره مشاريع القوانين وغيره فمش حكاية أخرى ليه تنقلت مشاهد هذا لا يعني أنه نحر مزادة الإعلاميين لا يحرم الإعلامي لا يحرم الإعلامي أنه مارس دوره وزاد الإعلامي زاد يعني يعوننا شوية بأنه ثم قضايا أقوى من أنه يصور نائبة تعمل بع يعني تفكر أنه في فترة إعلامي 2019 زادة كان خلنا تحدثوا على المشهد السياسي ككل اليوم في ذل قضية التآمر على أمن الدولة وانت اليوم أرملت شهيد وطالب بأنه القضاء يبت في قضية اغتيال لبراه موقفك من قضية التآمر على أمن الدولة والله هي هذي ملفة عند الجهات الأمنية وعند الجهات القضائية أنا ما عنديش معطى قريت وزادة ما قريتش بالباهي كل المعطيات والمعلومات والتصريحات اللي جات في علاقة بالتآمر على أمن الدولة ولكن أعتقد أنه اللي نداه القضاء للتحقيق معه في علاقة بأمن الدولة القضاء ما افتراش عليه وكل ما يتعلق بأمن الدولة يجب التحقيق فيه ويجب أن تكون فيه أحكام ثقيلة زادة روء أمن دولة روء أمن ناس إحنا لو منذ البداية من اللي بداية ثم ناس يكون تحكي منهم الشهيد محمد براهما حتى الشهيد شكري بالعيد أنه راهي ثم معناها معسكرات للتدريب راهو أنه ثم السلاح يدخل للتونس راهو ثم شيوخ الفتنة هذوما جايين معناها يلقنوا في أولادنا في هذا الفكر المتطرف المتوحش لو وقع التصدي لهذه الظاهرة منذ البداية ربما كنا في وضع أحسن من هك فهذا أيضا كل ما يتعلق بالتآمر على أمن الدولة يجب التصدي ليه من البداية هذوما كانوا يتأمروا على أمن الدولة في فترة كانوا هم مسكين السلطة كانوا يتأمروا على أمن الدولة بأريحية اليوم ربما جات سلطة جديدة هذه السلطة أدانت ارتباطاتهم بجهات ربما أجنبية وتتحالتهم للقضاء لهذا السبب في الإطار هذه من العام من عام الاتحاد الشغل كان وجه تحية للموقفين الشيء اللي صار تسبب في مشكلة نعم لا والله مش في علاقتنا به هو كان تصريح احنا أخذناه كما هو وجه تحية للموقفين وقلنا له من فضلك ركت حي في الإرهابيين والمتأمرين على أمن الدولة لأنهم الموقفين شكونهم رشدة الغنوشي وعبد الحميد الجلاسي وهالأسماء هذية والبحيري والعريض وغير ذلك يعني أنه أنت سيادتك آنتنا وأنا اتصلت أو صار ثم اتصال بيني وبين سينور الدين طبوبي منذ أيام قليلة حول توضيح هذا الموقف وتوضح هذا الموقف سينور الدين يقول لي أنا ثم صار ضغط علي برشا وأنه ما قصدش وآنا نعرف أنه ما يقصدش قيادة الاتحاد راي عمرها ما كانت متأمر على أمن البلاد ولا بالعكس احنا يشهدائنا يلقينا كل الوقوف من جانب الاتحاد وكل الدعم جانب الاتحاد اللي عم تنسل الشغل واليوم سينور الدين طبوبي جاء إلى مقبرة الجلاز وكعادته يعني مصحوبا ببقات الورود اللي تحيي لأرواح كل الشهداء مش شهيد محمد ابراهيم يبركة ولكن كل الشهداء والزعماء اللي مدفونين في مربع زعماء بالزلاز وكان يعني في غاية من اللياقة والرجل الأول في الاتحاد اللي يستحق منا كل الاحترام وكل التقدير وهذا موقف احنا عبرنا عليه وطوينا الصفحة طيب جدا حتى نذكر به جوست خل نفهم وزادة اليوم الوضع السياسي الحالي والوضع الاقتصادي الحالي كيف ترى والمخرج منه اليوم تعتبروا انه رئيسة الجمهورية تنجم تمشي على الأقل الحوار مع على الأقل حساسيات اللي مؤمنة بمصار 25 جوليا 21 طبعا هذا ممكن برش بالأعتقد انه عامين عامين اليوم عامين بالضبط على هذا المصار الجديد صارت فيه هنات وفيه برشة أخطاء وفيه برشة تقصيرات وغير ذلك يستطيع انه الرئيس انه يفتح باب الحوار على الأقل مع الناس اللي دعمه هذا المصار ويا أخي انت معنام عنده تصور انه هو من يعين وهو من يقترحز الوزراء لكذلك نحن نحبو نتناقشو معاه في ما ينفع البلاد في مصار يخرج البلاد من هذا النفق اللي طال بينا أزمة صحيحة أزمة مش ساهلة عندها ارتباطات بأزمة كبيرة عالميا مزمة اقتصادية وحرب روسيا وأوكرانيا وطرق يعني امدادات الحبوب وامدادات النفط وغير ذلك هذه أزمة عالمية حقيقية ولكن هي نحن نقوله أزمة عالمية يجب أن يتشارك في القرار السياسي الجميع باستثناء الناس هذوم اللي متهمين واللي أقصى وأنفسهم نعم فقط يعني وعليه أن يستمع وطبقى سيادتك من تقرر وزراك وولاتك وهذا شأنه شأنك ولكن هذه البلاد بلادنا زادة من حقنا أنه نبديو فيها رأينا وإذا لا ياسي ديريت أنه رأينا فاسد ما تسمعوش طيب مثالش نمشيو للحوار أما نمشيو للحوار نعم نمشيو للحوار مع من يؤمن بالقطع مع منظومة العشرية السوداء ومع من يؤمن بـ 25 جولي 2021 وثم أعتقد ثم أحزاب أخرين ثم أحزاب أخرين ثم منظمات أخرين انتحاد الشغل يقول لك لا عودة لما قبل 25 جولي 2021 ثم منظمات اسمع خلي دع الفرصة للناس أنها تتناقش وتحكي ويقدموا لك مقترحات طيب ببادرت لي أن تصر الشعب اللي كانت قبل الانتخابات التشريعية ولي كان فيها حزبكم شنية نتائجها هل أنها كانت مجرد معناها مبادرة انتخابية فقط وإلا نجم يكون عندها مقالات أخرى وإلا نتائج أخرى هي طاق المبادرة هذه كانت على على يعني مبادرة كانت انتخابية وهي أيضا مبادرة سياسية ضم طيف سياسي واسع فيها مجموعة من الأحزاب اليوم واليوم مبادرة الشعب عندها كتلة بالبرلمان تشتغل في البرلمان وأنا كنا قابل واحد منهم هذه المبادرة عليها أن تترك أثر في البرلمان يعني تترك أثر ورون يعني مبادراتكم واشتغلوا وتستعينوا بخبراء في الاقتصاد وخبراء في القانون وغير ذلك وحالة ترى أنها يرجمها تتواصل بعض يرجمها تتواصل طبعا يعني فما أنت خبرت زادة متاع مجلس أقالي موجهي نعم يرجمها تتواصل مبادرة لي أنتصر الشعب لأنها استطاعت أنها تجمع طيف سياسي متعدد ولكن وحداته هذه المبادرة معناها ما ينجمش يكون ولد الظرفية ذيك هذا الطيف السياسي معناها جوزت بش نوصلوا للانتخابات ترى أنه فلا أشيء أكثر تلمهم وفعلا ينجموا حتى لوع الانتخابات ما زالت انتخابات جاية نعم وهي يعني مبادرة سياسية واضحة جدا تحب تقول حاجة فيما خص ملف الإبراهيمي والله ملف الإبراهيمي ما زال نحنا ديما ما زال عنا أمل في القضاء التونسي حتى وإن خاب هذا الأمل في فترة ما ديما في القضاء الشرفاء ارجع أمل ما زال نعمله ما زال نعمله إحنا في قلب الأزمة في قلب التفافهم حول الملف وديما نقوله أنه عنا أمل في قضاء تونس الشرفاء اليوم مزال عنا أمل في قضاة تونس الشرفاء فليتقدم هذا الملف واضح جدا شكرا لك سيدة مبارك عوينية الإبراهيم القيادة في حزب تير شعبي وزوجة شهيد الإبراهيم على حذرك معنا على كل هذه التوضيحات